مجزنا لأهم الأنباء أهلا ومرحبا بكم قدم سفير بلادنا في القاهرة خالد بحاحة وراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة ناقلا تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي إلى أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لمصر وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والاستهار ومشيدا بمواقفها الداعمة لبلادنا كما حمل الرئيس السيسي السفير بحاح نقل تحياته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وتمنياته له بمفوض الصحة والسعادة وتم استعراض العلاقات اليمنية المصرية والدفع بها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع إيران العميد محمد رضا أشتياني وصفه البحر الأحمر بمنطقة نفوذ إيرانية بالتزامن مع سلسلة الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية وناقلات النفط وأوضح معمر الإرياني أن التصريحات الإيرانية كشفت دوافع الهجمات الحوثية وأسططت محاولات الميليشيات إيجاد غطاء سياسي وأخلاقي لهجماتها عبر ربطها بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وأشار الإيراني لأن تلك التصريحات تؤكد وقوف النظام الإيراني خلف انقلاب ميليشيات الحوثية على الدولة اتخاذه بلادنا منصة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تمكنت قوات الجيش الوطنية المرابطة في مدرية مرخى العليا تابعة لمحافظة شبوة من كسر هجوم حوثي على مواقعها في المديرية وأكد قائد محور سبا العميد عبداللطيف النمران القبلي أن وحدات عسكرية من قوات اللواء الثاني في محور سبا تمكنت من التصدي لهجوم حوثي على مواقع اللواء ووقعت إصابات في العناصر الحوثية المهاجمة وأكد العميد القبلي أن قوات المحور لا تزال ترابط في مواقعها وعلى استعداد تام للتصدي لأي هجوم حوثي أنزلت الوحدة الإلكترونية التابعة لقوات الجيش الوطني في محور الرزامات لواء حرب واحد بمحافظة صعدة درون مسيرا حوثيا هي الثالثة خلال الاثنتين والسبعين الساعة الماضية وكانت الوحدة الإلكترونية قد رصدت تحليق درون مسير يحمل مقاذف متفجرة عند اقترابه من أحد المواقع القتالية في الخطوط الأمامية التابعة لللواء حرب واحد مشاه جبلي وتم التعامل معه وإنزاله بالمتفجرات التي يحملها دون أن يتسبب بضرر وتأتي هذه المحاولة للميليشيات الحوثية ضمن سلسلة من المحاولات المتكررة لاستهداف مواقع قوات الجيش الوطني بمحور الرزامات المرابطة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد ستة وثلاثين فلسطينيا في مخيم جباليا ودير البلح بغارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني والسبعين من العدوان كما سقط شهداء وجرحى في قصف مدفعيا استهدف منازل في أحياء متفرقة من غزة وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى ثمانية عشر ألف وثمانمائة شهيد والجرحى إلى واحدا وخمسين ألفا معظمهم من النساء والأطفال ختام هذا الموجز شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته